موسيقى مرحبا بي ماجيس بطلع عليكم بحلقة جديدة لليوم واليوم ضيفتنا موني فردوس من جمعية بربرا نصار نحكي اكتر عن دعوة وجهتها جمعية بربرا نصار لدعم مرضى السرطان وبرعاية وزارة الصحة يدعونا كلهم للمعرض التوعوي الأول حول الأمراض السرطانية وأكيد المعرض سيكون من الجمعة 8 شباط حتى 11 10 شباط ل2019 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 8 ونصف مثلا بالفوروم بيروت أكيد رح يكون فيه أجنحة خاصة بالمستشفيات كلية الصحة العامة الجمعيات والحياة الصحية السليمة وكمانا فيكم تقابلوا أطباء أخصائيين الجسم الطبي ناجين من السرطان ومشاهير ورح تشاركوا بالمحاضرات والشهدات وتمارين نفسية وجسدية وموكب سيارة احتفالية وأكيد رح يكون عندكم فحوصات مجانية ومعرفة علمية كبيرة ومشان هيك اليوم موني ضيفتنا تركز أكتر على هالموضوع أهلا وسهلا فيك موني هلو ومتحية لكل أسرة جمعية بربرا نصار ومعرفكم عائلة تشتغلوا سوا خبرنا شوي قديمهم هالمعرض التوعوي الأول من النوع يمكن يلي بنعمل هالقد بضخامة لتوعية حول أمراض سرطان صح، الفكرة هي أنه أول مرة بتنعمل بلبنان مش بس بلبنان، بالدول العربية وحتى عملنا أول نفسي إن ما نعملت حتى بالعالم لأنه ينعمل معرض لتوعية العالم لكل أنواع السرطان تحت سقف واحد هذا كانت أول فكرة بتنعمل بهذا النطاق والفكرة الأحلى أنه عم تجمع جمعيات من كل أنواع كل حد عنده جمعية لنوع معين السرطان ويقوموا بعملهم ويقوموا بعملهم فكلهم جمعوا تحت سقف واحد ومستشفيات كمان من أول وطنية شي كثير حلو أنه قدرنا نجمع كل هذه العالم وكل هذه الاختصاصات تحت سقف واحد بالفورم دا بيروت لنقدر نشتغل على الـ next generation يعني نحن هون بدنا نضوي أنه بعضنا عنا السقافة بلبنان أنه هيدا كل مرض بعضنا عنا هيدا السقافة ما بدي أعرف شي عنه صح هيدا المرض عم نشتغل فيه على الـ next generation على الشباب أنه لا لازم نكون عم نعرف لازم نكون educated نففنا نعرف كمان نتعامل مع كل السمطم سبغول الكانسر بين كل أنواعه خاصة أنه مع الوقت هيدا المرض عم بزيد وعم بزيد يعني عم نوصل لمطرح أنه بكل بيت صار في حدا مريض سرطان وفيه دور الدعم كيف فينا نوقف حد هيدا المريض كيف فينا نوقف حد وكيف فينا نوقف حد وفينانشي حتى فيه دور كتير كبير بهيدا الموضوع وكل نوع سرطان أكيد فيه إله وطريقة متعاملة فيها وكل شيء هذا اليوم الوقت يجتمع كلها الأنواع وكلها الجمعيات والمستشفيات هذا الشيء بيكون بخدمة كل شخص رح يروح على هالمعرض ورح يعرف يمكن معلومات لأول مرة رح يعرف أنواع أمراض سرطانيين كله أول مرة صح هذا الشيء عن جد رح يكون إذا فينا نقول حافظ لكل حدا عنده كمان مرض أو مارق بحالة لأنه اليوم عم نشوف أنه في كتير عنا ناس سرطانيين وعم بيعطوا شدة حياة حلوة وعم بيكونوا إذا بديك هيك مثل المثال حلو أنه نقدر فيه لكل حدا عنده هالحالة أدي هذا الشيء مهم عن جد؟ أكيد كتير مهم أول شيء كمان عنا كمان عنا بيعطوا شهادات حية عن كيف تخطوا المرض تبعو لهم كيف مرقوا بها كل التجربة وكيف قطعوها كيف كانوا السابورت اللي حواليهم قداش كانت مهمة حتى الأنكولوجست يعني الدكاتر الأخصائيين سيكونوا عم بيحكم عن كل مرض وكل كيس بكيس 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 تبعو لها فهو مهم المهم جدا على كل الهيات حتى يعني عندما العالم تقول أنا راح أحضر عن شي بشعة وشوف إشية بشعة وأعرف مقاسي عالم ضائما وحب ببعد عن شي حزن نعمل المعرض بطريقة كتير مدكي وكتير بالعكس فيه فرح أكتر ما فيه حزن يعني نعمل حتى في بارت عملينه للإنترتينمنت يعني عالم عم بيعملوا يوغا عم بيعملوا زومبا عم بيعملوا انتي ترس اكتيفتيز ما انو مطرح للي روح وحد يحزن ويعيش اشياء يعني باد فايد العكس اشتركة واحد يجعل امل أكثر ونحنا الفوكس تبع لنا هالسنه انو love heals يعني هيدا اصلا الشعار اللي اخدنا لهيدا السنه انو love heal وعيم نحكي لهيدا الامتحال ولا البقاء تبع لنا حالو لذا دعم معنا وهو شيء كثير أساسي لمريض السرطان مئة بالمئة يقدر يعطيه أمل أكثر يقدره قوة أكثر يدافع عن حاله وعن حياته يحب يعيش أكثر ويعطيه معنويات أكثر حلو كثير الحب يستطيع عمل عجيب خاصة للأشخاص الذين يمروا بفترة وهون بدو وجهة تحية لمرية فرحية اللي رح تكون معكم كمانا هالصابية اللي كان عرصة السنة وأرجلته سنة وخلصت كل جلساتها نصف اذا بديك ثلاثة رباعة لتريتمنت المهم الأساسي مش اللي بيعملوه بالجلسات هو الحب هو الناس اللي حولينا وهو النفسية الحلوية اللي بتساعد أكثر تحتى هالبيشونت يصح بطريقة أسرع مونية خبرينا عن نهار الجمعة ما رح سيصبح تمانا الشهر هل نحكي شوية عن البروغرام صح كبروغرام نحنا أكيد كل يوم سيكون في عنا كونفرنسيز مع أطباء خاصائيين وشهادات حيات سيكون فيه مثل ما قلنا اكتيفتيز اللي هني انترتينيج اكتيفتيز زومبا أو انتيسترس اكتيفتيز وحيكون أكيد في عنا اللي هو الافتتاح الرسمي للمعرض الجمعة الساعة الثلاثة نحنا ندعى الجميع يجووا على المعرض وحيكون دا سيكون دا كمان نفس الأكتيفيتز سيكونه أكيد بس عم نحكي كل يوم في البروغرام في شي جديد نوع غير أكيد عم نطرق لغير أمراض سرطانية يعني different kinds of cancers وحيكون فيه رايد لبايكس اللي حينطلقوا من الفورم دو بيروت على ساحة الشهداء ونهار الأحد كمان حيكون فيه اوفيشل يعني كله السيارات من بيروت من الفورم دو بيروت على ساحة الشهداء تنضوي الستاتيو تبقول الشهداء تحت ببيروت وحيكون فيه كلمة تحت لالجمعية حالو اليوم مشاركة وزير الصحة ودعم الوزارة اللي كون قديمهم أكيد كتير مهم دعم وزارة الصحة ووزير شخصيا يعني بالنسبة لأنه هايدي مثل بوش كتير كبير أنه تحت هيدا الغطاء عم نعمل كل هايدي يعني بتعتكي كردبلتي كمن أكتر بغض النظر أنه باربرا نصار عملت اللي عملته لتعميم اللي عمله لكل المدارس لأنه عالتا منقول عيد كل هالجمعيات تيكونوا تحت سقف واحد بخدمة المواطن بخدمة كل شخص قاطع بحالة فيها مرض سرطان حدا بالعيلة عنده هالمرض حتى يعرف كل المعلومات اللي لازم يعرفون واليوم مشاركت هالتجارب أساسية الديمهم أنه اليوم وقتا واحد يتشارك مع التاني مرضه ووجعه الخيبات اللي مرأ فيها الأفراح يلي نطرته بعد معاناة سنة نقول أو أكتر ممكن كمان أتقوى الشخص اللي بالوجه صح أكيد يعني دايما المريض بيخاف يحكي بمرده أو ما بيحب يحكي بمرده يجنب أن ترى ما حدث مع شخص آخر بالعكس عندما ترى ما حدث مع شخص آخر لأنه يجب علي يعني هناك كثير من أوقات حيث يودون للوفاة يعني يكون الحالة كثير صعبة للأسف يصل للوفاة لكن هذا الشخص اللي هو من أول العلاج لوقت الوفاة نحن قد نعيش بطريقة سلثة سلثة أكيد هو من نهاية كله ووجع وكله بس نحن ننطلق من قصة بربارة نصار يعني عاشت المرض بفرح بضحك عطول بتفاقل كان محتوط لها شهرين ثلاثة تعيشوا عاشت خمس سنين نحن نحن نطلق من قصة بربارة لنكون نعمم عام نعطي مثل للعالم كله كيف لازم يعيشوا المرض بأي طريقة يحملوا هيدا الوجع ويفرجوا للعالم بطريقة فرحة أيضا هذا الشعور والم شخص ومن واجهة تحية لهاني شوزا والأولاد الذين قدروا أن يكونوا عائلة متمسكة أكثر عند المرض وقدروا أن يكونوا مثال كثير من مثال لكل الناس يعني اليوم للأسف نرى قبولز إذا حدا منهم نصاب بالسرطان بيطلقوا أو بيتركوا بدل ما يكونوا حد بعضهم عن جد تحية لهاني وتحية لكل شاب وقف حد صبية اليوم عندها هلكة والعكس صحيح لأنه ليس كل الناس عند الجرقة تعمل هيك وهون ببين الحب صحيح وقدي أساسي وقديها الحب قوي وعن جد ممكن يشفي وهذا اللي شفنا بكتير كيسس تانيين موني لكيناها ثلاثة يام أساسيات أنه لكم موجودين رحكو في محاضرات رحكو في شهادة حياة رحكو في مشاهير مين اللي رح يشارك معكم مشاهير في كتير يعني منذ ما ننصى حدان نفوت بأسامة يعني أنا بشكر كل حدا من هاي دول السليبريتز اللي يدعموا اللي عم بيكون حد جمعية باربرا نصار لا يعطوا بوش للعالم أنه يكونوا باية بهذا المرض حتى اللي بيكونوا موجودين إيرلي بالغالا دونر كمان أنا مشكرا فردا فردا تمانا صحدا عينته السنة العشاء المتاعج؟ أكيد بـ 22 فبروري سيكون بالهلتن حبتور نجعل نحكي عنه بالتفاصيل بحلقة تانية خلينا نقول شو اللي مميز السنة بها المعرض؟ هو أول شيء أول مرة بين عمل يعني كله مميز كله كله مميز فعلا أنك تجمع اليوم كل الأطوبة كل المستشفيات كل الجماعيات كل الجماعيات وعندك ستنديت عم بيعملوا برموشن لالهلتي ما يجب موحد يأكل ما يجب موحد يأكل كيف يتوقع بالغزاء بالحياة حتى بالاكتيفيتيات باللايف ستايل كل هؤلاء توجدوا بقلب هيدا المعرض كلهم اجتمعوا هيدا واحدة من الكامبان كلهم اجتمعوا طي ساعدوا هيدا الفرد وكما اجتمعوا بقلب الارض حتى لا يجب أن يكون مريض لا ينزل إلى تحت أو يكون لديه مريض لا ينزل إلى تحت هناك الكثير من المعرض ومثلات التي تتحدث عنه الصياد الحيث وهي كلهم يجب أن يكون لديه الصياد الحيث ويجب أن يصل إلى المطرح الذي هو السلطة ويجب أن يصبح قبل حيث تصوير صحيح صحيح تصوير أن يصل إلى هذا المرحلة كيف يجب كيف يجب أن نتجنب وكيف يجب أن نكون حياتنا اليومية بأي طريقة على كل المستويات تنوصل لمرحلة نتجنب هذا المرض مئة بالمئة واليوم الذي نرى كل الناس تذهب إلى الـ T تذهب إلى الأشياء الـ Natural تذهب إلى الأشياء الـ Natural تذهب إلى الـ Roots وعى جزور وعى الأشياء الطبيعية لا نحس إلا في بلوغرز على انستا يذهب إلى الأشياء الـ Natural يمكن أن تفيد على الأعشاب والخلطات التي لا نستمع بها ولكنها أيضاً تحتاج إلى المرض سيكون لديهم الكثير من المهم كثير من المهم كثير من الأخصائيين يتعاقدون يتواصلون معهم يأخذون منهم يمكن أن يسمع خبري منهم خبري منهم خبري منهم ولكن يدعون ودعون من يجب أن أسمع هنا تحت لديهم الأخصائيين يستطيع أن يفيدون بكل المهم في هذا النطاع وغير أنه المدرسة مستطيع للدعوة يعني دعوة صح لذلك المعرفة هنا لأدك المعرفة لأدك مستطيع صح هنا المعرفة لأدك هذه أيضاً أهمية كبيرة أنه منعطي المتحدثة كثير دقيقة وكثير مهمة لكل إنسان بطريقة كثير ضميرية مضبوطة من دون تجاري لخدمة المواطن صحيح و اليوم نقول أنه اليوم كل هذه الأطباء التي تركين شغلهم وعيالهم ومرضاهم لتكونوا معنا يوفرون لنا هذه المعلومات هذه المعرفة أنا برأيي لازم نقل على شاشات التليميزيون لأنه مهم وقوياً عمله بريفنج اليوم لأنه اليوم الناس اللي عن جد عم تشتغل من قلبها من دون غاية بس شغلتها وعملتها التوعية كثير صارت قديلة ومثل ما قلت اليوم الـ Free Entrance كمانا هيداً شغلة كثير مهمة الدعوة عامة بكل الفستيفالات أو بكل يعني إذا بدنا نقول المعارضة التي تنعمد وفي Entrance للأسقف يمكن 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 سبورتس أو حيا الله شي بيندفع اليوم هالمعلومات بين إيديكم بيباليش مهمة تروحوا على الفوروم دا بيروت 8-9-10 فبروري كل يوم رحكم فيه معلومات جديدة كل يوم رحكم فيه أطباء وأخصائيين وجمعيات عم تحكي عن تجربتها وعم تواعينا أكتر وأكتر من الساعة 9 الصبح للساعة 8 ونص عشية هزموت أعطيكم ألف عافية شكرا لعافيك نحن كثيرا بجمعية بربرة نصار وبيهاني وكل الأشخاص اللي بها العائلة الكبيرة اللي بعرف أنه عم بيحطوا طقاطن عم بيحطوا حب كبير وهذا اللي عم بيخلي الجمعية تنجح أكتر وأكتر صح شكرا لعافيك شكرا لعافيك كلمة أخيرة للمشاهدين أنا بس بيجعب برجع لهم دعوة مجددا أنه يكونوا تحت يكونوا تحت كرمالهم وكرمال العالم اللي حواليهم بلس أنه التواعية شيء ضروري شيء كثير يعني المعرفة شيء كثير مهمة شغلة مهمة لقلون هنه كأشخاص ولا العالم اللي حوالي لأنه هنه حيكونوا حتى وعد أو ماوس لأرايب للي ما قادر ينزع للمريض لكل حادا حوالي هو حيكون عم بيقدر ينقل هالمعرفة إن شاء الله كل سنة كمان بيكون هيدا المعرض ينعمل لخدمة العالم إن شاء الله يا رب ويعطيكم ألف عافية تحية لكم ولها الجامعية ولكل الأشخاص اللي رح يشاركوا عمدها ثلاثين إن شاء الله هيك ربنا بكفقكم عطريقتو مرسي لك موني فردوس هذه كانت حرقتنا لليوم لكينا عن هذا المعرض التوعوي الأول من نوعه حول الأمراض السرطانية بالفوروم دبيروت 8-9-10 شباط من الساعة 9 إلى الساعة 8 ونص اليوم المعلومات مرجنية أسألتكن كمانا مهمة تحتى تشاركوا مع الموجودين خبراتكن وتعرفوا أكتر عن هالمرض وتعملو له توعية يكون عندكم توعية وتعملو له إذا بدنا نقول بريفنشن قبل ما يصير بالأشياء اللي رح تكتشفوها تحت وبالمعلومات اللي رح تحصلوا عليها لكينا دعوة عامة قولوا لكل الناس واللي بدو يعرف أكتر تفاصيل فيه اتصل على رقم 7-0-669-33 أو 0-03-691624 لهون بتكون وصلت حلقتنا الختام بكرا حلقة جديدة للمرسيلا، هاريس بلو، فولا بيوتيلا، سوزي عائيه وكماليا رزق وعملو لنا فولو على تليفزيون الصداة على انستغرام ولايك على الفيسبوك بيج الصداة تيفي إلى اللقاء